السلام عليكم ومرحبا بكم معي نبدأ بالصلاة والسلام على النبي محمد عليه الف صلاة والسلام. اليوم بإذن الله سنضلكم الخبز بالتوم المعدنوز اللي درته لكم دجا يعني عنده واحد العامين اللي لا تدرته لكم في ساميغا تيلي. هذا الخبز يعني مليح بزاف الرمضان إلى حيانة ربي. المقادير لهذا الخبز قزنا أرطلتها. عندنا كاس حليب دافي يخصنا الحليب نزيد الماء دافي. التمغار بتاع زيتون مغير فى قهوة متاع الملح اللي هي عشر جرامات ومغير فى مكلة تاع السكر. هذه هي قلنا 500 جرام فارينة كاس حليب دافي يخصنا نزيد الماء تلتمغار مزيد زيتون مغير فى قهوة اللي هي عشر جرامات تاع الملح وعندي مغير فى مكلة تاع السكر. نبدأ في العدينات دانا. ندير 500 جرام فارينة بسم الله. كيلو 500 جرام. نضيف سكر. هنا نضيف ثلتمية وخمسة وسبعين. هذه الفارينة اليوم سنجربها مهيلة. إذا احبتوهن بعد نقولكم ما ما فارينة. مش ما نديرش يعني بيبلي سيتي. هذه هي 500 جرام. نتاع الفارينة. لاحقا نزيل. نضيف السكر. نضيف السكر. نضيف خميرة تاع الخبز. نضيف خميرة تاع الخبز. هذه نحن. نستطيع ستعلق الاخبز. خميرة تاع الخبز. الجو 500 جرام. كما نضيف الزيت. كل شيء اخترم هذا زيت زيتون ومنا نضع الملح هذه هدوهما قلنا عشر جرامات نبدأ بالكاس هكذا ونشوف الى كفاني ولا مكفانيش قلنا ارطى فارينا مغرفة مكلة خميرة الخبز تلت مغرفة مكلة زيت زيتون مغرفة مكلة السكر ومغرفة قهوة الملح هذه هي عشر جرامات هكذا نبدأ نضم العجينة كامل الى خصتني نزيدها موية نكمل هذا الكاس هكذا ونروح بشوية حتى نضمه كامل اضمت هذا الكاس على الحديد ما كفانيش قلنا اضمت كاس للماء دافي اضمت كامل الى خصتني نزيد الماء ما خصنيش سابقه أنتم بيضاً قليلاً ، اضمت قليلاً اضمت بالكامل الى بعض وضع قليلاً ومتبقها بريشبيون نضيفها قليلا من المساحة لا يوجد زيت سانجو نضيفها بابيفين ونجعلها تخمر نغطيها مليح هنا القطع ونجعلها تخمر إلي مضرب هنا نضيف خبز والخمر سوف نكسر جميع أفضل وستحصل على ذلك نضيف قليلا وقت لك نقسم نحل قليلا نحل المزاجة كامل و أخذ المزاجة هنا ستح شوفو انا انبيت عليكم نضيف قليلا خماش غبي نضيف ثلاثة نضيفها 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 نرى نضيفها 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 قطعت بعض القليل فسكولة نضيف موضوع نضيف حبيباء نضيف حبيباء لا تستطيع التلت خبزات ونزيد في وسطهم سنينات تاعتهم هو خبز بالتوم والمعدنوس ندخل في هذا المعدنوس والبيض ندخل سنينات تاعتهم ندهن كامل نرفض التوم ونرفض المعدنوس كامل كمان نقول لكم انه صاير ضاير نزرب هو تاكل معدنوس كامل 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 يحمر يلي من تحت نزيد نشعله من الفوق نرى الى فورماج نشرح الى الداخل كامل هذا هو الخبزنا خبز بالفورماج مع النوس والتم اهال هذا في رمضان يلحيى نارباء معه شريبة خبز هكذا وصفة سهلة بالمزاف وبنين بالمزاف هذه هي الوصفة اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونطلقها في وصفة أخرى الخباز على كل لون وكل نوع بإذن الله سنقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته